معلومات المجلس الوزراء نشر تقرير صادر عن وكالة فيتش بيتكلم عن أن مصر بتواصل تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتشتغل على تحقيق أهدافها الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلي للأدوية أكيد كمان التقرير بيتناول اهتمام الحكومة المصرية بتطوير مراكز الرعاية الصحية وده من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص وكمان تسريع عملية الرخمنة في صناعة الأدوية وده جزء من الهدف الأوسع اللي هو يعني أن احنا نحقق التأمين الصحي الشامل تفاصيل أكتر خلينا نتعرف عليها من ضفنا الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية صباح الخير على حضرتك يا دكتور أهلا وسهلا بك صباح الخير فأهلا بك صباح الخير دكتور بداية كده خلينا نقول إزاي نقدر نستثمر تعزيز مكانتنا أو نقدر نستثمر في أن احنا نخلي مكانتنا أكبر في يعني كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإزاي نعزز ده وندعمه أكتر وأكتر أولا هو طبعا مصر من التلاتينات من أيام طلعت حرب باشا أول نواية لصناعة الدواء الحقيقية بدأت في مصر في التلاتينات كانت لا إفريقيا ولا الشرق الأوسط كانت تعلم عن صناعة الدواء حاجة وبالتالي كنا احنا بداية انطلاق صناعة الدواء في هذه المنطقة بعد منها في ستينات رئيس الراحل جمال عبد الناصر لما جات أحدى الشركات الأجنبية منعت عن مصر دواء فقرر أنه هو كاستراتيجية يعمل الشركات القبضة اللي فضلت لسنين تمد مصر وإفريقيا والشرق الأوسط بالدواء وفي نفس الوقت ساب صمعة طيبة جدا في هذه الدول للدواء المصري وما زال حتى الآن الدواء المصري اللي هو صمعة طيبة المرحلة الثالثة اللي احنا فيها في صناعة الدواء المرحلة دي النهاردة وكالة فيتشي ما جابتش الخبر احنا ما صحيحانش الصبح لقنا نفسنا كده لا احنا بإن ثمان سنين كان فيه هدف استراتيجي للدولة والقيادة السياسية ان احنا الغذاء والدواء الدواء كان من الحاجات الاستراتيجية الهامة وبالتالي من ثمان سنين الدولة بتشتغل بخطط مدروسة وعلى اعلى مستوى من الفكر فبدأت ان احنا مصر تبقى هي ترجع تبقى لها القيادة والريادة في صناعة الدواء في منطقة الشاق الأوسط أفرخي الكلام ده لما اتحطله الأساس اتعمل كذا حاجة ده اللي خلا مصر في التقرير يطلع يبدأ يظهر على السطح لان فيه حاجات ملموسة منها مثلا لو جينا لقينا في أزمة كورونا أزمة كورونا دي دخلت على العالم صحينا الصبح لقينا في كورونا هنا بقى اللي جاهز وعنده بنية وعنده خطة عارف هو بيعمل ايه هو اللي قدر يتصدى لها مصر اتعملت نوع من أنواع المواجهة تحدي كورونا بطريقة تدرس احنا الحمد لله في قطاع الدواء لم يحدث لم يحدث ان ادوية البروتوكولات كان فيها اي مشكلة في كل موجود كورونا وكنا على أعلى مستوى في نفس الوقت لان احنا عندنا قاعدة من الصناعة قوية في التوقيت ده بدأت تجينا طلبات من دول عربية ودول أفريقية ان هما محتاجين أدوية من مصر لان هما ما عندهمش القاعدة الأساسية عشان يواجهوا كورونا فده هو الريكة دي احنا كدولة كنا مستعدين في هذا المجال بالإضافة إلى نظرة الدولة المستقبلة اذا بقى انا رأيت في القصة دي نعمل صناعات متميزة مش موجودة في الدول التانية حضراكي لو بسيتوا مواجهة كورونا العالم لابدأ يواجه كورونا واجهها ازاي بتطعمات خلاص طب هل مصر كان عندها البنية الأساسية للتطعمات اوه كان عندنا فاكسيرة بتاعت الدولة خلاص واحنا فعلا قدرنا نواجه كورونا بالتطعمات المحلية واحنا برضو نوعنا مصادر التطعمات بكل العالم فقدرنا نواجه كورونا النهاردة الدولة الافريقية بتجيلك بتقولك انا عايز من عندك تطعمات وعاوزك تيجي تعمل عندي مصانع تطعمات النهاردة الدولة والكلام ده يمكن من حوالي شهر تم الاعلان على انه فيه واحدة من اكبر مصانع البيولوجيكال والتطعمات بتتعمل يمكن تقريبا في الاسماعيلية الدولة بتعملها ده حيبقى واحد من اكبر اماكن لعمل المستحضرات البيولوجية والتطعمات التطعمات النهاردة عندك افريقيا بالكامل محتاجة ما عندهاش عندك الدول العربية عندك شرق اوروبا احنا كمصر عندنا حاجات وقعدة اساسية للحاجات المستقبلية عشان كده للتقرير جه في الاتجاه ده طيب خلينا متفقين انه منتجات الدواء من اهم صادرات في العالم كله مش في مصر بس يعني دي حاجة من الحاجات المهمة جدا دول كتيرة جدا بتعتمد عليها لزيادة ارادات لكن في النواة الاساسية في صناعة الدواء هي الخمات خمات الادوية ودي بتستأثر بها بعض الدول العظمة والدول الكبرى ازاي مصر ادت تتغلب على هذه النقطة عشان يبقى عندنا استراتيجية اللي احنا مشين عليها في توطين صناعة الدواء في مصر تمام نرجع تاني نقول من ثمان سنين احنا بصين ازاي وازاي مصر تبقى رائدة الرياضة في كذا حاجة منها انك انت تعمل بنية السياة للخمات طب ناخد القصة على مصر العالم حركة اشارة الدول الكبرى بقى الدول الكبرى هي بتخترع وبتكتشف وبتعمل ابحاث بس الدول الكبرى النهاردة بدأت تشغل بمنظور وفكرة تان ازاي ان الدول الكبرى النهاردة بدأت تقول لك انا عندي حاجة اسمها البيئة النظيفة ايه البيئة النظيفة انه هو مش عايزة اي تفعالات كيموية عنده فرح جاي حادث المواد الكيموات دي فين في الهند والصين وبالتالي هو اعتمد اماكن في هذه الدول في الهند والصين فاصبحت الهند والصين هي تقدر تقول الهب هي ده بتاع العالم كله مصانع العالم كله في مواد الخام ومواد التعبير فانت من خلالها بتبدأ انت كمصر بتاخد من عندهم هذه البتاعة طب انا كمصر ببصر الموضوع ازاي على فكرة البلد بتشتغل بطريقة كويسة قوي للمشكلة وحلها على المدى البعيد يعني دلوقتي هعمل ايه والمدى المتوسط ايه والمدى البعيد ايه نيجي مثل موجود حاليا ويمكن بحضراتكم من اكتر من سنة وشوية طلعت مدينة الدواء مدينة الدواء بتكلم عن 180 الف في مبريل من عام 2021 واعلى مستوى من التكنولوجي والامكانيات في هزين مدينة معمولة على مستوى عالي خلاص ايه هدفها تلات حاجات حاجة الاولية احنا اتفقنا ان صناعة الدواء ده امن قوي منفعش الصبح الناس تسحى ما تلاقيش ده صح طب حصلت ازمة طب هنا الدولة موجودة هي خلاص تقدر تغطي هزي الازمة طيب في حاجة تانية اه المستقبل القريب اللي هو في خلال عشرة سنين اللي هو بعد بوكرة يعني في خلال عشرة سنين دول البيولوجيكل هيبدأ ياخذوا العالم والادوية العادية هتنتهي طب انت في خلال عشرة سنين ده انت مفتوك تكون جاهز فتيجي مدينة الدواء خلاص بتعمل شركات مع شركات عالمية لنقل هذه التكنولوجيا تمام الحاجة التالتة بالنسبة لنا موضوع الخامات وده المرحلة التالتة اللي الدولة بوصلها فهي الدولة ماشية في خطة والخطة الحمد لله ماشية في افضل ما يكون الخامات هنا احنا بنقسمها للخامات الاساسية ولا احنا بنتكلم عن نسب المادة الفعالة الناس كتير قوي دايما تقولك طب خلينا اخد الدول مستورة بيخففني اسرع بيخففني احسن مع ان الناس بتبقى عارفة كويس قوي ان الشركات بتصنع بمقاييس محددة فكرة ان في بعض الاحيان ما بنبقاش عارفين الدواء جاي ازاي جاي في شنطة حد من صحابنا ولا مش عارفة ايه ده بيخلي توفر الدواء عامل ازاي للناس باسعار مناسبة اولا الدواء في مصر خلاص وهقولك على حاجة يعني مهمة جدا بس في الاول هدي نبزة احنا الدواء اصلا موجود تحت مظلة مين موجود تحت مظلة هاية الدواء المصرية هاية الدواء المصرية بتراقب هي وهاية الشراء الموحد كمان وهاية الشراء الموحد في نفس الوقت بس هاية الدواء هي المسؤولة عن رقابة الاسواق والمصانع والصيدليات فبتتابع كل خطوة في التصنيع وما فيش علم الدواء بتخش اي صيدلية الا لما بيتم التحليل والتأكد من النسب والفعالية فكله زي بعض خلاص نيجي بقى لقصة الدواء المصري واصل الاجنبي واصل القصة القصة دي كلها خلاص من بعض الشركات الكبيرة اللي اسعارها مغالة فيها تيجي تقولك بتشكك فيك اللي هي معظمها الاجنبي تيجي تقولك لا اصل دول مصري لا الكلام ده انا شخصيا باخد أدواء مصري الحاجة الاهم من ده من شهر حصلت حادثة كبيرة في شرق اسر ودولة من دول افريقي تلتويه الطفل ماتوا فمنظمة الصحر العالمي انزعت بدأت تبحث في الموضوع فالمهم في احد القنوات وبتاعة بتكلمه معي فدرست الموضوع لقيت القصة كالقاتي ده شرب للحرالة للأطفال عادي ده بسيط موجودة عندنا في مصر بس هو المادة الفعالة ما فيش فيها مشكلة المشكلة فين بقى في المادة اللي دوبت المادة الفعالة وانت بتدوبو بيها عشان تلقى خيارتها فاكتشفوا ان هذه المادة بتعمل فشل كالوي للأطفال يا ستار هذه المادة في مصر وهي تدواء بتحذر تداولها فاللي حصل ان الدولة الافريقية لما مات منها أطفال منظمة الحلمية الصحر على مراسة الكلام ده راح الطلبة هي من منظمة الصحة العامية ان الدواء بتاعها يجي من مصر ليه؟ لانك قال لك مصر دواها أفضل مصر دواها أحسن وهو ما حبيه متاع وكلام ده نقلته بوزارة الصحة المصرية للحكومة المصرية عظيم وحنا بنتكلم عن دور هيئة الشراء الموحد وهيئة الأدوية المصرية اللي جم نتيجة إعادة الهيكلة للمنظومة الدوائية في مصر بقرار 151 سنة 2019 أعتقد أن دورهم كبير جدا في مسألة تحقيق الاكتفاء الزاتي من الأدوية بالإضافة إلى التصدير وده لقطة مهمة جدا عايزين نتكلم عنها برضه أولا دي برضه من الخطط والمنظور اللي في الثمان سنين الدولة عملته عملية أن أنت بتحط حاجات استراتيجية لبناء صناعة دواء قوية للنهاردة الوكالة فيتشي النهاردة بتعمل بتقولك لا دا أنت ظهرت في الصورة أن أنت خلاص هتقود المنطقة في المرحلة الجاي أنه هو عمل هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد لأن الاتنين هما دول أمبرلة الدواء في مصر دول مظلة الدواء في مصر هيئة الشراء الموحد اللي عملته في كورونا كان فوق التوقعات خلاص لعلم حضرتك أول حصل أزمة في أول محاربة حصلت الحرب الأوكرانية كويس بدأت الخوف من النووي والقصص دي كلها فبدأ استخدامات الأيودين بقى يزيد دول أوروبا هي ممكن بكرة الصباح تخش في حرب عالمية فطبعا هما الناس دي بتبص إيه بيحطوا الاحتمال الأسوأ طب أنا لو دخلت هعمل مخزون دهوة فهنا بقى بدأت يستشعر هيئة الشرر موحد بأن هناك حاجات زي صبغات الأشعة اللي بدخل منها أيودين فراحة عاملة استوكات تكاف سنة اللوات استبقية بص بقى على مستلزمات الكورونا المسكات والجاونز والحاجات والأوفرهيد والجوانتيات والحاجات دي والكحولات والحاجات اللي بتاع لا كان عندنا مخزون محسناش بأي نقص في أي من الحاجات دي من هيئة الشرر موحد عندك هيئة الدواء النهاردة في موضوع الأدوية العلاج الطارق في أدوية حديثة نزلة كورونا كانت بتنزل النهاردة في أمريكا وفي أوروبا بعد أسبوع مصر بتدخلها باسمه التسجيل الطارق بحيث يبقى أنت أحدث حاجة نزلة دخلتها وكنت عندك ريادة فيها الأجمل من ده عندك دواء اسمه الدواء ده ده الشركة أمريكية هي اللي اكتشافته الشركة دي عندها مصنع واحد في أمريكا فلما الافدل الأمريكية وفقت عليه أصبح مصنع ده ما يدورش يدل العالم كله فقرروا هم يدل أوروبا وأمريكا بس طب بقيت العالم يعمل إيه قالك طب احنا نختار ثلاث دول نصنع فيهم تحت عينينا بنفس الجودة فاختلوا ثلاث دول الهند وباكستان ومصر فبقت مصر هي اللي ليها الصبق والريادة في تصنيع هذا المستعد المفرقة العجيبة أن الهند حصل فيها نوع من أنواع التطور في كورونا زاد قوي عدد الحالات فبقى مصنعها مش مغط بقى تستورد من مصر فهو إحنا اللي بنصدر للهند برغم أن إحنا دايما من عندهم لعندنا فدي بيؤدي لك قد إحنا عندنا أساسيات وجود هيئة الدواء النهاردة هو اللي قد إلى تسجيل سرعة تسجيل ده في كورونا كورونا درس بصراحة نجح لمصر في إنها الصناعة الحمد لله عندنا وسائلسات الدولة من ثلاثين بشية في اتجاه قوي الإستخدام الأمثل لفكرة اقتصاديات الحجم إن إحنا عندنا حجم كبير من الاستثمار الموجود في صناعة الدواء فده بيساعدنا إن إحنا نقدر نأعمل إنتاج محترم إحنا عارفين المبادرات الرئاسية اللي بتهتم بصحة المصريين وعندنا كتير من المبادرات للفترة اللي فاتت أكتر من 80% من الدواء اللي موجود في المبادرات الرئاسية اللي اهتمت بصحة المصريين ده كان كله من التصنيع المصري ويه بنصدر فإحنا نتكلم في ملء للسوق أو إن إحنا وفرنا عملة صعبة من إحنا استثمرنا في صحة المصريين وفي نفس الوقت ما استوردناش فيه يعني الحاجة العجباني في كلام حضرتك اللي ايتي المبادرات المبادرات دي كلمة سر خلاص المبادرات دي كانت بإرادة سياسية وكان بدايتها إنه القيادة السياسية لقيت إنه فيه مرض الفيروسي موجود في مصر والناس بتتألم وحالات وفيات كتيرة حصلت منه وبالتالي يعني مشاكل كبيرة زائد تكلفة علاج وكانت فظيعة وقتها فبدأت الدولة تتبنى حملة الميت مليون حملة الميت مليون دي دي درس قصة نجاح على مستوى العالم لمصر في حملة الميت مليون إنت عندك مرض متوطن ومتقصل جوه مصر خلاص إنك إنت تكافه وتحربه وتقدع عليه دي كان منظمة الساحة العالمية ويمكن كان فخامة الرئيس في مؤتمر الأفريقي الأول الطب الأفريقي اللي كانت هايش رموحة منظمة وكده منظمة الساحة كان رئيس منظمة الساحة العالمية جيه قال كلمة يعني وقتها وأشهد بدور مصر وإن التجربة يريد دول كتيرة في العالم محتاجاها إنها تتنافذ قال بس هو قال كلمة مهمة جنة قال نظراً لوجود الإرادة السياسية فتاة القصة نجحت وعشان كده النهاردة في حالات النهاردة وزارة الصحة بتقولك فتحة للناس تيجي تتعالج من الفيروس مش لقيين ناس تيجي تتعالج من الفيروس لأن الحمد لله إحنا تقريباً قضينا على حاجة زكية كانت حاجة من الحاجات مؤسرة للناس تتسافر برة كانت بتأثر عليهم والنهاردة أصبحنا في في مستوى إن إحنا الحمد لله نجحنا فيه بالصناعة الوطنية ده عظيم جداً طيب عشان نصدر ودي حاجة مهمة جداً هل عندنا بعثات ترويجية مثلاً للدواء المصري في الخارج هل ممكن نعتمد على الملحقين التجاريين الموجودين في دول برة اللي وقوفها لحتياجات السوق الخارجي بص احنا كان عندنا اكتماع من حوالي أسبوع مع حد ممثل من أحد الجهات الحكومية يعني وكده الحرك بتقوله ده هو ده اللي احنا قمنا فيه قطة متكاملة لازم تمشي اه انا بس حابب بقول ان احنا في عشرين وواحد وعشرين صدرنا احنا بنصدر ايه مستلزمات تجميل دواء بشري دواء بطري خلاص كل حاجة لها دورها في انها تقدر ان هي تجيب لك دولار خلاص طب احنا كنا وصلنا الكام في واحد وعشرين عشرين وواحد وعشرين خمسمائة مليون دولار كل المجموعة دي على بعضها خلاص احنا في عشرين واثنين وعشرين افعلنا كام تسعمائة وستين مليون يعني بتتكلم في مليار فاحنا ماشيين هل ده تموحنا لا احنا مصر فيها مئة وسبعين مصنع احنا اكبر مصنع دولة في الشرق الاوسط وفريقيا عندنا صناعة دول وقاعدة قوي تعالي بقى لدولة شقيقة جنبك عندها سبعة وعشرين مصنع بتصدر بكام بمليار وثنمائة مليون طب هم اشتر مننا احنا اللي علمنا احنا مصر احنا اللي زرعنا العلم جوه الافريقيا وشقة اوسط العلماء عندنا عندنا الامكانيات بس هي قصة الارادة السياسية والاتجاه الدولة في فترة من فترات في النص من الستينات الى المرحلة اللي احنا فيها دي الفترة دي كان الدواء بيبقى عبارة عن ايه سلعة وطنية عشان خدمة المواطن من مصر انما من بقى لنا ثمان سنين لا الدواء سلعة بنغطي للمحتياجنا بس لابد ان احنا نعينينا على التصدير وعلى فكرة زي ما احرق قلت ان الدواء سلعة مهمة في التصدير على المستوى العالم خلاص في كورونا في الازمة انت مغطي نفسك ودول افريقيا بعتها تقولك احنا عايزين من عندك دواء واخد بالك لا فانت مصدر ان شاء الله للدواء المصري وان الدواء المصري يبقى للفترة الجاية هو تحت منظور الدولة لزيادة صادرات ومش الادواء المثيلة فقط ادواء مبتاكرة كمان يعني ان التقرير اشار النقطة دي يس الادواء المبتاكرة احنا عندنا عندنا مصنع كبيرة جوا مصر بتشتغل على هذا الاساس وعندنا مدينة الدواء النهاردة دورها الرئيسي في انها في الشراكات اللي هي بتعملها من الدواء اللي برا انها تنقلك تكنولوجي كبير على فكرة فالعشر سنين الجايين هيبقى فيه شكل مختلف للدواء عشان كده احنا من مصر النهاردة حطى خطة استراتيجية لحاجات البيولوجية اللي جاية للصنع كل الشكر ليك يا فندم شرفتنا ونورتنا دكتور علي عوف رئيس شعبة الادوية بالغرفة التجارية الف شكر ليك يا فندم شكرا يا فندم اهلا